السلام عليكم عليكم السلام يا معلم ما زراعتك دي ونفسي لك كانت عديزة بتيجي ترقص لأنا كنت تجري مني وسط الشجر لسه رشيك السلام عليكم وارت يا معلم ماذاك حسين كله تماما معلم جعفر بابرقاتي نايم ايه معلم جعفر والله العظيم لسه عايش يا معلم جعفر ما توفتهوش المنية ما توفتهوش ايه المنية منية دا دكتور بشري دولا دكتور بطري بشري يا معلم يا بشري ولو بطري في بيتها ما وخنزير خدوا استنيوا برا بركوض حاضر يا معلم يلا دكتور بنا يخلي اتنين يا معلم الجدع دا لسه عايش ازاي ومش يتهرس قدامنا يا خنزير عمراء طويل يا خنزار خنزير بنت نصح انه ايه دا؟ بنقول لك يا معلم ما وانت هتعرف ابن فاطمة من ايه قصدك ابني انت عرفت ربك بقى خلالي محتاجكش في اي حاجة جفار لجواز السفر والتأشيرة والحساب البنكي والطيارة مين اقدر اللي خلالت تعمل كده؟ انا قلت لك طلباتي قبل كده معالي على رأي الست ابو كلصوم قلت لك لسه فاكر كان زمان قبل ما لقى ابني اه يا معلم انت لسه سايني دلوقت يا حلم وانت نفسك تعرف مين اللي قل اعمل كده من اهل بيتك ما عشش يا معلم بس وانت هتحايله ليه وانت عايز تعرف منه ايه اصلا ما خلاص ابنك والحمد لله لقيته ده يموت واسلم لسانك يا معلم سيب انت جبت ان اهي ده يموت سيبك من الكلام ده معلم انت تكسب انا كنت بضايع وقت 19 سنة ولا عارف ان انت هتكسب وانا كنت بضايع وقت بس انت الصبح معلم اديتني كلمتك وقلتلي انت مش هتقزيني كلمتك لسه معايا وقولك على كل حاجة اه دليل 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 مراتك هي اللي خلت نخطف ابنك دليل الاتفاق مع شوي صحي شاوي كنخطفني عشان يعرف ايه الحدودة كلها يا معلم لسه كنتك معايا واحد رضيني مش كده رضيك استعمل اللي اقولك علي موسيقى موسيقى موسيقى